كمية السعادة في الرضا انك تكون قانع ورادي وسعيد باللي انت فيه السعادة انك تبصن نفسك وللي قل منك وساعتها تحمد ربنا الف الف مرة نعمل اللي انت فيها اهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات بودكاست ابو اليزيد بيقول وموسم جديد دعوتكم نهاردة عنوان حلقتي الجدعانة اللي هو انت فين يا جدع انت فين يا ابو الجدعانة يا استاذ دياب حبيبي ابو اليزيد مبسوط ان انا بشوفك يا حبيبي انت كنت وحشني بس انت على فكرة انت مش جدع يعني هي مش مش مجرد صفة معاك هي صفة وفاعل مش مجرد قول يعني قول وفاعل انا اعرف دياب ده عشرة سنين طويلة بس عشان اربعتاشر سنة بالزبط لا اكبرش ان انا اكبر نفس انا مكبار احنا بالصواري اربعتاشر سنة بالزبط من شهر اربعة الفين وعشرة انا عمري يا اخي ما يعني والله ما شفت منك اللي كل طيب بس خلينا احببتك شوية قدرة واحد يا جدعانة دي ايه يعني ما تيجي نبدأ ده سؤال السعادة انا كنت اسألك حاجة دانية خلص لرشدة السعادة بتعملها عشان تبقى سعيد بس تعالى الواحد يعملها عشان يبقى جدع الجدعانة دي سعادة برضو الجدعانة دي جين ها يعني انت تبقى جدع تفهم في الاصول وابتفهم في العرف وتبقى وتبقى عارف حدودك الحاجات دي كلها جين وراسي ورباية يعني لو حاجة منهم غابت بتبقى في مشكلة واللي مش جدعان يعمل ايه معايا ربنا يهديه ونبعد عنه بس يعني مش جدعان يبعد عنه بس انا بحب دايما يبقى حياتي فيها ناس كويسة حتى ما كان عددهم قليل بس يبقى ناس كويسة في حياتك يعني يبقى افضل يعني اصح ربنا يا رب دايما كده حوتك بالناس الحلوة يا رب يا رب آآ مبروك طبعا على يعني مبروك على ايه ولا ايه مبروك على السيربو مبروك على الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله وبردو كان في ظهور آآ برضو في المادة عملت ظهور خاص الحمد لله عملت صدق عظيم آآ وكنت مبسوط ان انا يعني بيعني رايح اجامل اخويا وحبيبي وعشرة عمري حمد هلال فالحمد لله. التجارب التلاتة هو يا بان سؤال تقليدي. اه. بس التجارب التلاتة كانوا عاملين ازاي ساري يعني يعني ممكن مش عايز تفوت في تفاصيل او بالسنة. لا هو كله تجاربه فيه مختلف عن التانية وظروفة مختلفة عن التانية. يعني انا بس اللي انا نتكلم عن السرب. السرب ده انا بادي اصور فيه من شهر احداشر عشرين عشرين. يعني من كتير جدا يعني. آآ ده بالنسبة للسرب قعدنا ثلاث سنين او آآ يعني سنتين وشوية بنصور ودخل مرحلة المونتاج والاعداد الموسيقي والمكساج والمراحل دي كلها والجرافيك طبعا والحاجات دي كلها. وآآ وكنا على امل ان هو ينزل لغاية ما الجهة الانتاج تشوف وقت مناسب وشافت ان الايام اللي فاتت دي وقت مناسب من اول خمسة اللي فات. والحمد لله الفيلم عامل ارادات تعتبر عظيمة بالنسبة للوقت ده من السنة لان انت يعني مش في اعياد ودخل على امتحانات ومع ذلك الفيلم بيعمل فلوس كويسة. ولاقص تحسان الجمهور الحمد لله. انا الفيلم مصنوع جيد. ده بالنسبة للسرب. آآ بالنسبة المليحة اول مسلسلة البطولة لها. ففي موسم رمضان آآ جالي قبل رمضان مش بكتير يعني. يعتبر احنا كنا يعني اخر ركب يعني اخر مسلسل دخل تقريبا. وكلمني المنتج الاساس بلالي التراوي وقال لي عايزين نوعد انا وانت والحجة عمرو عرفة الاستاذ الكبير المخرج. فروح تعادت معهم حقولوا القصة وافقتي على طوله وتعاقدت معهم وبتدينا يعني كان هم اساسا بدئين تحضير من بدري في الديكورات والحاجات دي كلها. والمداح كده كده انا كانت الشركة المنتجة كلميتني عشان قالوا لي يعني احنا حبين تبقى موجود معانا كضيف كده. آآ مع اخوك حمده هلال والتهم ده انا اتشرف وده. انت مبتو تشرير. لأ اصده ده يعني ده حمده ده عندي يعني مهمة اوي. مهمة اه انا بحب حمده جدا من زماني يعني انا حمده عشرتين انت بتقول ما نكبرش نفسنا انا عارف حمده من تسعة وتسعين الفين. اه. فيعني حزبت اربعة عشرين خمسة عشرين سنة من احنا عيالي يعني. دي يبقى احساس البطولة ايه? شعور البطولة ايه? انت عملت ادوار مميزة جدا. الحمد الله. والناس زي ما بتتكلم قبله اثناء وبعده. الحمده اللي انت احساس البطولة ايه? انا اقول ما جات لك بطولة مليحة. ولا اي احساس خالص انا بالنسبة لي اهم حاجة بس ان انظور يكون حلو. بقدم حاجك وايسة. وفي مليحة الموضعة كان مختلف عشان احنا بنعمل قضية يعني بنعمل المسلسل بيلقي الدوع على القضية الفلسطينية. وانا عامل زابط قوات مسلحة في سلاح حرس الحدود. وده طبعا كانت شريف لي ان انا البس البادلة العسكرية واعمل بها دوري يعني. وكانت حاجة كنت باحلم بيها كان نفسي فيها من زمان بصراحة. فما كانش ما كنتش بصل للموضوع اللي هو اول بطولة والحاجات دي كلها انا حزبتي مش كده خالص ابو اليزيد يعني حزبتي مهم انا بقدم ايه? يعني بعمل ايه? فااااا واي حاجة بعملها بعتبر ان انا بطلها. يعني حاجتي. يعني حتى ولا رايح عامل ضيف شرف لحد لازم اعمله على اكمل وجه. فدي حزبتي المهم ان انا اعمل اللي في ايدي كويس. طب انا عايز اقول لك السؤال بشكل جيني. او اقرره بشكل مختلف. عاستخابس يعني. مش عاستخابس خامس. بس انا عايز اسألك في التمثيل لان انا انا بحكم ان انا عارفك كويس. حكي. فانا مبسوط جدا ان انت راجل آآ برضو كمان آآ مش ممثل اسما. يعني انت ااخد الموضوع آآ مهني بشكل مهني. انا طبعا لازم ببقى محترف. انا بامتهن دي. انا انا بذاكر. انا بحضر آآ انا ممكن فيه ناس ممكن متبقاش عارفة. مسلا دياب برضو ممكن يكون بياخد آآ ورش آآ بخاصة بكل دور. انا انا برضو ما عارفش يعني. لا انا بعملش كده. يعني بعملش كده وان كنت اتمنى يعني لان هي بتحاجة بتضيف يعني اكيد بالذات لما يكون معاك اكتم كوتشاطر. بس انا يعني بعملش كده ممكن مرة الوحيدة اللي عملت فيها كده كان في سحرة الجنوب كان مع الدكتور فريدين قراشي. وكنت كده كده باخد ورش التمثيل معاه. عشان تجربكت في الاول. اه فلما جالي الدور قعدت اشتغلت مع الدور. طب. وحتى ما اشتغلناش كتير ساعتها لان هو كمان كان بيشارك معنا في المسلسل فكان مشغول فقعدنا مباطق قريبا قعدتين. يعني حطينا يعني الخطوط العريضة لسير الشخصية وطريقتها وكده. وبعد كده انا يعني بتدي اشتغل لوحدي يعني. بس فبس انا باهتم يعني ده شغلتي فانا راجل محترف. ان كنت كمطرب ولا كممثل. فلازم الحاجة اللي في ايدي اعملها على اكمل وجه ممكن. يعني حاول احقق منها اكبر مكاسب ممكنة. واعملها باعلى جودة ممكنة. النقطة اللي انا عايز اقولها لك اللي انا ملتهاش لسه. ادوار الانتماء. نوعية الادوار اللي هي بنسميها ادوار الانتماء. انا بسميها كده يعني. اه. زي مليحة وزي طبعا يعني مع اختلاف دورك انت كنت في السربة طلع دور يعني اه. الشرير. شرير. اه اه. عدو يعني. اه اه. دور عدو. بس بشكل عام الادوار اللي هي بيبقى فيها انتماء. انا عارف انت قلتلي انا كممثل بذاكر دوري وبعمل دوري على اكمل وجه. بس برضو حالة حالة فيلم او حالة عمل بيتكلم عن دور وطني او قضية وطنية ادوار الانتماء برضو هل هي انت بتبقى عايش نفس الحالة? لا هو بص هو هو طبعا عايش نفس الحالة اكيد اكيد لازم يعيش جوه الحالة جوه الشخصية اللي انا بعملها لازم يعني يعني يبقى يعني يبقى فيه زي زي ربط بينه وبينها كده انا بلغي نفسي خالص كدياب وبعيش كالشخصية جوه العمل يعني جوه التصوير يعني. فالفكرة بس ان في يعني في الادوار اللي فيها اللي انت سمتها يعني انتماء الادوار الوطنية دي بتبقى يعني شوية بتبقى المسئولية زي ده حبتين ثلاثة اربعة يعني. يعني انا وانا لابس البادلة العسكرية حس ان انا مسئول بزيادة لان انا بمثل اكبر مؤسسة عسكرية او اهم اه اقدم مؤسسة عسكرية في تاريخ البشرية كلها لان احنا مصر تعتبر اول دولة منظمة اول دولة نظامية في التاريخ واول جيش نظامي في التاريخ كان الدولة المصرية القديمة فانت يعني مسئولية كبيرة او ان انت تكون لابس ازاي ده وبتجسد شخصية كانت موجودة على الارض الواقع كمان. اه فده بيبقى يعني بيبقى ضغط عصبي شوية يعني يعني انا كنت مضغوط عصبيا جدا وانا بعملها يعني بصراحة. دياب اه غاب الورق فغاب العمل. يعني اصبح مفيش يعني لو مفيش ورق كويس اصبح مفيش عمل. تمام? انا بقول كده يعني واعتقد احنا نتفق مع بعض. انا عايز اه اعرف منك انت اي رائك فيما يقدم على الساحة? ويبقى ان هو سؤال كده شمولي وعام. اه. بس انت حت يعني اعتقد اجابتك حتفرق كتير. اي رائك اللي بيتقدم حاليا على الساحة? سواء اعمال درامية او سينمائية. ما اللازي ينقصها? وايه اللي يميزها? لان عشان بس ما اتكلمش كتير برضو. انا بتهال الدنيا مختلفة تماما. العمل الجايد بقى نادر. بقى شحيح. واعتقد انت برضو بيتارد عليك شغل كتير جدا تشتكم الورق. بص انا بحبش حط نفسي ما اقضع التقييم. لانه مش شغلتي ان انا قايم اعمال شارك فيها زمالي. بس بشكل عام اللي اغا شايفه ان الناس بتحاول تكتهد وشايف ان اه ان الصناعة لأ يعني طالع القدام. اه في جوانب شوية فيها قصور او او فيها عجز او حاجات كده. بس القائمين على المهنة بيحاولوا يعالجوها. وطول ما بيحصل اخطاء وانت بتعالجها طول ما المهنة بتتقدم. وده حاصل. يعني شفنا السنة دي مثلا على مستوى السينما انت شايف فيه افلام مهمة زي السرب وموسم العيد اللي جاي فيه افلام مهمة نزلة والموسم اللي قبله فيه افلام مهمة حاصرت وعمل ارادات عالية جدا. ففي فيلم مسلا شئ وعمر يوسف ومحمد ممدوح وستاذ الاسرة. طبعا مجموعة كبيرة جدا. ففيلم حلو معمول حلو ومصنوع جيد وبتاعه. وعجب الناس. المنتج ده كويس بيروح للناس والناس بتحبه والناس بتلتف حواليه. والمنتج المتوسط المستوى برضو بيلاقي اقبال متوسط المستوى. المنتج الغير جيد بيلاقي اه ما فيش اقبال جيد عليه. وده حال المهنة في العالم كله يعني. اه احنا بس ممكن نكون يعني متأخرين في الراكب شوية عن العالم. بس اه بقى فيه حاولات اه محاولات واجتهادات. انت شفت فيلم زي السرب ده بصراحة. صناع انت بتتفرج اه لا احنا نعرف نعمل زي الخواجة على فكرة ونعمل الحاجات حلوة. لو توفرت لنا الامكانات المادية خب بالك برضو ان الفلوس مهمة جدا لان احنا صنعها. يعني الفلوس مهمة جدا. فاحنا يعني بنحاول نجتهد في اه او القائمين على المهنة اه بيحاولوا اجتهده في ظل الامكانات المادية المتاحة. وانت عشان تعمل حاجات فيها جرافيك وفيها حاجات وفيها تصوير وفيها طيارات. فلوس كتير جدا جدا فانت الناس بتحاول تجتهد في حدود المتاحة. اما بالنسبة بالنسبة الاساس سؤالك اللي هو لو غاب الورق غاب العمل اللي هو لو غاب السيناريو العمل مش كويس ده بينطبق برضو على الاغاني على فكرة اما لو غابت الكلمة الحلوة بتغيب جودة المنتج في الاخر. جودة السيناريوهات دي متفاوتة. في حاجات برضو جيدة وفي حاجات متوسطة وفي حاجات غير جيدة. وده حال الشغلانة. لكن انا شايف ان الشغلان انت تطور. ممكن التطور يكون ببطء عشان نتيجة دورة راس المال. او الفلوس مش كفاية. او الاقبال على الانترتيمنت نظرا للظروف الاقتصادية مش مساعد. مش مساعد ما انت لما بتعمل منتج بعشر قروش. فبيدخل لك خمستاشر فبتقتصد على قد الخمستاشر. يعني بتتعامل او بتستثمر على قد الخمستاشر. لك لما بتعمل منتج بعشرة بيقش لك اتناشر ما انت يا دبعة حققتها مش ربح او بتاع. فبتعمل بنفس الجودة ما بتتقدمش. فهي الفكرة فكرة يعني فلوس. لكن كعناصر صناعة. ما انت شفت مسلا دراما مسلا زي الحشاشين. شفت الانتاج ضخم ازاي? وتوفرت الامكانيات. فلاقيت فيه مخرج كبير. استاذ بيتر تميمي عامل شغل كويس. استاذ عبد الرحيم كمال كاتب سيناريو محترم. الممثلين كلهم بيمثله بارتاحية وهم مبسوطين. فهي الصناعة اا يعني عدة عناصر لما عدة العناصر دي بتبقى كلها يعني اا اا ماشي على نفس الميزان يعني الاقتصاديا فيه فلوس كويسة موجودة. فنيا فيه كاتب كويس وفيه مخر كويس. فيه فيه ميزانية كويسة تجيب ممثلين على درجة عالية من الكفاءة. بتعمل مونتاج كويس. بتعمل موسيقى كويسة بتعمل يعني كل المراحل لما بتتم على يعني على كفاءة جيدة بتخرج. تاخد حقها يعني. اه اه بتاخد حقها فبتخرج الصناعة كويسة. هو 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 كلام عظيم. كلام عظيم. بس انا يعني هقول لك انا كاحمد يعني بحس كده ان الموضوع النجاح الاقتصادي اعلى من النجاح الفني. يعني طبعا هي السينما. لو كلمنا عن السينما بالتحديد. اه طبعا يهمها الارادات. طبعا. طبعا يهمها. اكيد. اكساس ناعة في الاخر. صناعة يعني اصناعة وتجارة. بالزبط. لكن هنا النقطة اللي هو هل ستبقى? هل ستعيش? انا حتى هذه اللحظة يا ديب. احيانا لما برجع اخد جملة من فيلم اكتبها استخدمها في حاجة. باخد من حاجات قبل كده. ما باخدش يعني مش مباخدش خالص دلوقتي بس باخد من حاجات نادرة جدا. شحيحة جدا. حيانا الجملة مبالقيش جملة يعني مثلا زي كاتب مثلا وحيد حامد الله يرحمه كل فيلم لي بتطلع. اه يعني. انا مش حقارن كله بوحيد حامد. بس يعني انا بكلمك في ده. فحاسس ان هو النجاح الاقتصادي اعلى من النجاح الفني. يعني مش. لا هو هو الحزبة مش كده. لو حسبتها اقتصاديا لان نجاح الاقتصادي مش اعلم الفني خالص. لان انت برضو هكرر لك. لما بقى منتج جيد بيحصل التفاف عليه بشكل جيد فبيكسب اكتر. احيانا مسلا بيحصل في بعض المواسم زي موسم رمضان. ممكن تلاقي مش اجود عمل هو انجح عمل. بس عشان موسم رمضان ليه ظروف خاصة. مش معترك. اه يعني ممكن تلاقي مسلا يعني فاغلب الوقت تلاقي اكتر مسلسل عليه مشاهدات ليه مسلسل شعبي. حدوتها شعبية. ومشارط يكون هو اجمد اجمد او اجود مسلسل. وتلاقي مسلسل تاني مصنوع صناعة جيدة جدا بس ما فيش التفاف حوله. فهي الفكرة ده موجود في العالم كله على فكرة فكرة ان ممكن يكون حاجة مش اجود حاجة وتلاقيها جابة فلوس كتير جدا جدا جدا. فده موجود مش عندنا بس يعني هو هي مش خطيئة احنا بنقوم بيها او السوق المصري بيقوم بيها او جمهور المصري بيقوم بيها. لا هي موجودة في العالم كله. الحاجات التجارية. هي اسمع تجرية. فبالكسبه اقدر. بس. عمل زي ماليحة. لو اسناه مقاييس السينما نجح كماهريا. مقاييس الدراما اصدق؟ او مقاييس الدراما يعني انا بس ااخد من السينما جماريتها بسمها مفهوم. ما فيش شباك تزاكر في في الاعمال الدرامية على اعمال المسلسلات. طبعا. لكن يعني احساسك شفت ده ايه من ال ما فيش باك تذاكر بس في اه في قياسات بتحصل طبعا من المحطات ومن المنصات ومن السوشيال ميديا والحاجات دي كلها انا بالنسبة لي يعني المسلسل عمل اكتر من اللي احنا كنا مستنين منه لان تتكلم في المسلسل مش شعبي مش الجنر الشعبي اللي هي يعني الناس بتوع تردد كلامهم وبتاع بنعمل مسلسل وطني خمستاشر حلقة اه انت برضو السن اللي فاتت حصل حصل مسلسلات كبيرة ومهمة وشوية سعب بيحصل تشبع كده عند الجمهور بتبقى محتاج تفصل منه وسنة او سنتين ما تعملش نفس نوع الاعمال بس احنا كان يعني كان يعني صنع القرار في 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 الاعلام او في الميديا او في المتحدة شاف ان احنا لازم نبقى مشاركين في الوقت ده مصر يكون لها صوت في في القضية الفلسطينية لان احنا اليد العليا في هزي في هزي القضية واحنا اكتر ناس يعني بندافع طول الوقت واكتر ناس متهمين كمان حتى واحنا يعني احنا اكتر ناس بنقوم بادوار واكتر ناس متهمين في نفس الوقت بس ده حال الكبار دايما يعني عشان احنا دولة كبيرة ودولة مهمة في المنطقة لم تكن الاهم فده قدرنا يعني فالفكرة نوع الاعمال دي ما بتبقاش الاعمال الشعبوية للناس بتلتف حولها بس لما انا اكون سببتي ازعاج للرأي العام الاسرائيلي والصنع القرار هناك والاعلام لان انت الاعلام دلوقتي بقى جزء من صنعة القرار وجزء من الدول يعني الاعلام دلوقتي لا الاعلام دلوقتي بقى هو اهم من بندقية واهم من مدفع فلما لقي نفس صوري موجودة هناك عندهم في القناة الاولى وبيتكلموا عن المسلسل والان الفنان دياب المصري بيعمل مسلسل على قضية الفلسطينية وعامل زابط في قوات المسلحة المصرية والاقي الجرائد القومية عندهم بتكتب عني ومنزل صورتي والحاجات دي كلها فانا سببتلهم ازعاج فده شرف وفخر ما بعد وفخر يعني ان انا ازعاجتهم ودايقتهم وانهم يبقوا قلقانين وبينادوا ان المسلسل يتوقف وبينادوا ان المسلسل ما يتعملش والحاجات دي كلها فانا كده فائز يعني اننا نبقى تريندا عندهم اربع خمس مرات عندهم على تويتر اللي هي منصة اكس دلوقتي يعني في اسرائيل من كتر ما انا عملهم ازعاج فده بالنسبة لي حاجة عظيمة جدا جدا نروح على المستوى المصري الداخلي الحمد لله اللي اتفرج على المسلسل الحمد لله على قد الوقت القصير اللي احنا عملنا فيه بس عملنا منتج لا هو العمل العمل قيم الحمد لله يعني من ناحية الفنية هو العمل قيم اه يا قيمته كمان يعني قيمته كمان اهم من صنعته يعني قيمته قيمة العمل نفسه اهم من اهم مننا كلنا واعتقد هو اصلا الشغل على العمل من بدايته كفكرة هو اي معنا كده بالزبط بالزبط يعني احنا هنعمل ده عشان ده انت مش منتظر انا وفقت عليه قبل مقرأ يعني انا عادت مع استاذ بلال التراوي المنتج والاستاذ عمر عرف المخرج هكون الحكاية وفقتها على طول قبل مقرأ اصلا فده من اهمية العمل قال لك ايه الحجة عمري شافوا ايه في ديابه لالستاذ بلالتار شافوا ايه في دياب ان هو يعمل الدور دور عمل زي لا شافوا ايه بالزبط انا معرفش يعني ما هتوش اتكلمته انت او مثلا هو سبق وقال لك انا شايف يدياب كذا 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 عشان كذا كذا لا يعني ما بيحصلش اصلي انا مش اسأله انت اخترتني بنانا على ايه يعني مش ينفع اسأل يعني الاستاذ البخرج او الاستاذ المنتج انت اخترتوني بنانا على ايه اكيد اختروني عشان شايف اني كف ان انا اقوم بدا بس يعني بكل بساطة يعني دياب انت لسه بيجي لك واعتقد لحد اللحظة اللي انا قعد معاك فيها دي لان انت تميزت في النوع دم الادوار واكيد كل الناس بتسألك عنه بس انا حاول اسألك بطريقة تانية انت ممكن توقف شر انت بارع ما شاء الله يعني من اول لحظة بتعمل الدور ده ده مش معناه ان انت ما بتمثلش ايه دور تاني لا خلاص يا الناس انا مش مش انا اللي حقاين بيجيب يعني الغد دلوقتي في عمر المهني اللي انا بشوفه قصير مش مش طويل يعني انا بمثل كده بقى ليه عشر سنين يعني شهر 11 الجاي بقى ليه عشر سنين بتقول لكيش ان تسويق فالله مراك الحمد والشكر شايف ان انا يعني يعني عملت خطوات كويسة وعملت تنوع لطيف يعني انا يعني على مستوى الدراما مثلا انا عملت فيلين وعملت يعني عملت جوه الفيلين عملت كوميدي وعملت كوميدي عملت مشروع كوميدي صريح اللو كان ده كانت مشروع مصرح سيدكم مع استاذ اشره عبدالباقي ومع اياه زميلي حمد المرغاني وويزو وابرام سمير وعدد من الوجوه الشابة الجميلة وده كان يعني كوميدي سيرف ونجح جدا 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 وبزيت مع الاطفال يعني الاطفال كانوا بيعشقوا المصرحية اللو كاندا دي وعملت ادوار طيب عملت في الاختيار مثلا الشيخ سالم لسه انا كنت احاول وعملت في ناس الاغراب دور من اهم ادوار حياتي علي الغريب وبيجي لي عليه ردود افعال لغاية النهاردة فالحمد لله انا اقدر اعمل كل الحاجات بس هي بتبقى الفكرة في ان احسن المعروض عليك ايه بس هي فكرة افضل المعروض فانا افرض ده المعروض بختاره بقى هو بقى طيب هو شرير هو بيمشي على الحيطة مش دين مشكلة المشكلة ان انا احس ان انا هقدر استفيد منه حاجة هخرج مستفيد منه حاجة بس بتذكر دورك ازاي يعني اي دور بيجي لك انت ليك طريقة دراسة او مذاكرة معينة للدور اللي بيجي بص انا يعني سبتة متغيرة لا متغيرة طبعا حسب الشخص اللي بعملها يعني انا اول حاجة بعملها الاراية والاراية جيدة يعني انا مرجعي الاول دايما نقول لنا دستوري السيناريو هو الدستور الاول ومرجعي الاول هو السيناريو حسب بقى المهنة اللي انا بقدمها مثلا لما جيت يعني يعني في مهم معينة مش اقول مهنة بعينها يعني في مهم معينة بتطر اعود مع اهلها عشان يعني اطلع تفاصيل التفاصيل عشان اللي اتفرج عليها حسنا ان انا حي والحمد لله رب العالمين المهن في بعض المهن من اللي انا عملتها الناس بتشوفني بتقول لي انا عندي حد معايا في الشغل كده بالزبط. انا فده انا بحريص عليه ان انت تبقى تبقى حقيقي. وفي حاجات ما ببقاش يعني ببقى عندي مخزون من المعلومات عن الشخصية اللي بقدمها واحتكيت بناس من المهنة دي او الطبق الاجتماعية دي. فبعمل الدور بيعني باخد منهم من مفرداتهم ومن روحهم وكده. وبعمل الدور بطريقتي. بس. امتى اللحظة مش عارف اسألك السؤال ازاي بس امتى اللحظة اللي يحصل فيها التحول في شخص دياب الممثل. التحول بمعنى ايه? ان هو مسلا مسلا مسلا. انا خلاص الفترة اللي جاية كلها بطولات. مسلا امش بقول ده ده. اوك. اه يعني بيحصل دايما طفي يعني مسلا اه يعني احضرني الاساس اه عاد الامام طبعا فنان الكبير مسلا. هو اجيه عمل نقلة في حياته ان هو فجأة الراجل كان بيعمل كوميدي جدا ومتربع على. ام. يعني يعني عرش التمثيل ومازال وفجأة عمل العجس تماما وراح لافلام من نوعية الجاد زي طيور الظلام والارهابي. امتى يحصل التغير? اقول انا انا هعمل هنا وقفة كده وفي مشروع كده هعمله معين في التمثيل وابتدي هعمل النقلة في حيات دي اه بالممثل. ولا ما فكرتش في ده? لا ما فكرتش في ده وبعد معطاة السوق في العصر الحالي غير معطاة السوق على ايام استاذنا العظيم والاستاذ عاد الامام. ام. فمعطاة السوق غير انت تتكلم استاذ عاد الامام كان بيعمل كام فيلم في السنة. دلوقتي يعني عدد الافلام اللي هو كان بيعملها في سنتين عن احنا عندنا سوبرستار دول عدد الافلام اللي عملهم في عشرين خمسة عشرين سنة. فالعصر غير العصر بجانب عدد المعروض مش بالزخم اللي يخليك تقعد تاخد قرارات زي دي وانت متدلع وقاعد مبسوطي فانا السوق بيحكمني معطيات السوق بتحكمني حجم الشغل في السوق بيحكمني كل خطوة باخدها بتحكمني فلكن امتى اعمل ايه والحاجات دي كلها بصراحة انا مبخططش يعني عنديش انا بسيب ربنا سبحانه وتعالى يعني هدف طيب من الاهداف بلاش ممكن يكون السؤال انا قلته هدف لو عيد ان انا بقى كويس مع عنديش هدف تاني جيلي دور اعمله حلو الخطوة اللي جاء ايه بيضرب بنا سبحانه وتعالى انا هنا كنت اعرف في السنفة اتنينعم مسسل بطولتي في رمضان ولا على فكرة ان اتعرض علي حولي ست سبع عمال واعتذرت عنهم كلهم ما كانش عندي شغل انا فاكر اتكلمنا وقتها اه ما عجبنيش ما حسيتش ان انا حقق منهم حاجة يعني مش هستفاد حاجة انا لازم برضو انا هبقى موجود هفيد العمل طب انا هستفاد ايه هستفاد ايه اجري لا لو اجري الواحدة يعني يا رب دا يعني دايما بضع ربنا يا رب ما تحوجنيش لدرجة ان انا اضطر اعمل حاجات انا مش عايزها فجالي حاجات كتير جدا حوالي ست سبع اعمال بجد يعني كلهم اعمال مع ناس مهمة وكده وزمله عظام يعني بس ما حسيتش ان انا هستفاد حاجة فقلت انا هقعد السنة دي مش اشتغل فجالي مليحة فخدت خطو دا مهمة في مشوار المهني ان انا اعمل اول بطولارية في رمضان فتخطيط ربنا سبحانه وتعالى فانا هقعد افاصل يعني اعمل لو اعايزو ربنا سبحانه وتعالى انت بتتفق على شغلك اه 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 بتتفق على شغلي اه كممثل اه كمطرب مع الاستاذ ناصر بجد هو بيدير اعمالي بتاخد رأي يمين وانت ما بتيجي تشتغل يعني بتاخد يعني وقرب حد لها مراتي يعني بنتناقش مع بدل من مراتي بتفهم في مهنها كويس جدا واشتغلت حاجات كتيرة جوها المهن يعني دلوقتي السيناريست وعملت اول فيلم لها مع الاستاذ اسعاد وفيلم عصابة عظيمة وكانت بالي فيلم ان شاء الله المفروض ندخله لفترة الجاية وعندها حاجة مشاريع اخرى ربنا وفقها فيها رب واشتغلت مساعدة اخراج واشتغلت بروديوسر واشتغلت حاجات كتير وهي خارجة اعلام فعندها خبرات كويسة وبقدر اتكلم معها وبقدر يبقى فيها اخذ رد صوتها مطمئن بالنزولاك وانت بتاخده اه 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 فيه اخذ ورد فاعي نعم في الاخر بعمل في الخير بس لا لا طبعا بأذر فصوتها بيفيدني يعني يعني سعاد بيعدللي البصلة في حاجاتها ظلمتك أمطرب بالبلادي كده رزعتهاك لك بس يعني طبعا انت اتهريت بس. ما بشوفش ان انا يعني ظلمت. انا عرفناك كده يمكن بس الظروف يعني يعني الظروف بس حالة اه دون ان انا عمل خطوات تقدمية في اوقات كتير. بس انا بشوفش ان ده يعني انا بشوفش ان في حاجة بتحصل في القدر ظلم يعني بصراحة لان انا كلها حاجة قدرية فهمش. لا يظلم ربك احدا. فانا ما تظلمتش. الحمد لله انا كهاز جدا. انت زي الفل بس انا بتفكرش تادي للميل في الغنى. لا انا بفكر طول الوقتي عايز اعمل اغاني وكده بس هي مسألة التوفيق وعدم توفيق يعني. يعني انا عملت اغاني السن اللي فاتت مانك حيتش طب هعمل ايه? يعني بعمل بحاول عمل تاني. لان انا مهنيتي برضه. يا شغلتي بحبها. حب الغنى يعني. دي جاب انت انا انا عارفك اه انت صريح جريء. ما بي. بالاسف اه. ما بيت. انت في بلاو انت بتعمل لك. اه بالاسف. انت ما بتحبش ايه في الوسط الفني. ما بتحبش ايه في المجال الفني. يعني انا في حاجات ما بيحباش كتير يعني. ممكن اساعدك يعني. ما بيحبش ايه يعني اه. ما بتحب كل حاجة. لازم اطلع منك. لا اكيد ما بحبش كل حاجة طبعا انا بقى vào muito而已. في حاجات طبعا ما بحبهاش بس يعني. يعني اهية اصلا هي مش في الوسط الفني بس هي اهية الدنيا. لا بتحبش ايه في الدنيا؟ يعني يعني اصلاة الوسط الفني ده. اه مجتمع من ضمن المجتمعات اللي جوا الدنيا. بس احنا في انا باسألك بحكم ان انت راجل. ماشي كل القوانين. لأ عشان بقى برضو نلازم نوضح ده اصل. الناس ممكن احنا نقول على الحاجات مش عاجبانة في الوسط الفني. فالناس توصم الوسط الفني بيها. على اساس انها بتحصلش غير في الوسط الفني. فاهم? بس هي يا لأ هو الوسط الفني ده جزء من مجتمعنا الكبير. ويمكن عشان تحت الاضوع بس. بس هو بس عشان مسلط عليه الدوق. لكن انت مثلا لو اه هو احنا فيه في ارقى المهن فيها فساد. وفيها فسدة. وفيها ناس مش كويسة. وفيها ناس ما عندهاش ضمير. ومهن راقية جدا جدا جدا. وفي مهن بسيطة جدا فيها ناس عندها ضمير وناس ما عندهاش ضمير. فده بينطبق على كل المهن. اه انا ايه اللي ما بيعجبنيش بقى عموما انا ما بحبش يعني انا ما بحبش عدم الوضوحة. في اي حاجة بقى. في المهنة او برا المهنة. انا بحب نبقى عدد غري مع بعض. ويعني وفير وكل واحد بياخد حقه ونبقى صرحة مع بعض في كل حاجة ونبقى محترفين على اكمل وجه انا ده اللي انا بحبه لما بيحصل للكده ببقى متداهي بس في كل حاجة في الحقيقة على فكرة حتى لو بشتري حاجة من سوبر ماركت انا داخل انا انا زبون وانت المكان انت الليك عندي ان انا احترم المكان وانا تحترمني جزبون فهديك انت باخد منك خدمة مقابل يعني المال فتفضل وانا تفضل وسلامه عليكم انا بحب الدنيا تبقى يعني بسيطة بالشكل ده اي حاجة غير كده ببقى منزعج فانت هنتكلم بقى على اللي بيحصل في الدنيا كلها الدنيا كلها مسلا فيها شلالية الناس ما بتشغلش غير بعض او بيحبوا بعض مفضلين عند بعض فده موجود في كل المجالات فلو وصمت بي الوسط الفني ابقى ابقى راجل مش فيهر يعني ما في كل المجالات كده ما الدكتور بيطلع ابنه دكتور والمهندس بيطلع ابنه مهندس والمحامي بيطلع ابنه محامي والقاضي بيطلع ابنه وكل نيابة كل حد بيبقى عايز ابنه ويبقى احسن وحد في الدنيا وكل واحد بيعني بيعني بيستخدم تاريخه في ان هو يعني ابنه يكمل او كده وخصوصا لو ابنه عنده الموهبة مسلا ده من ضمن الحاجات اللي الناس بتوصم بيها الوسط الفني معانا موجودة في كل حيات تشمعنا الوسط الفني يعني ما موجودة الوسط الفني ده مجتمع صغير من ضمن المجتمعات الناس بتحس شوية ان هو مصدقيته غير قبل معرفش ليه هل المسلا السوشيال ميديا مصدقية ايه يعني مصدقية هزا المجال او مصدقية اللي بيشتغل فيه ده مصدقية كل حاجة برضو برضو هينطبق على كل حاجة يعني ما هو انت دلوقتي في اي مجال دلوقتي يعني مسلا ما انت هقولك على ارقى مهنة انه بشوف مهنة الطب دي من ارقى المهنة هو انت مش شايف مسلا ان الدكاتر نفسهم بقى الجاؤوا للدعاية والدعاية الضخمة على السوشيال ميديا وعلى الحاجات عشان كل واحد يتبار ان هو يثبت انه احسن من التاني واجمد من التاني وعنده خدمة احسن من التاني وعنده كفاءة واجهزة احسن من التاني وممكن ده ما يكونش حقيق بس بيعمل كده فهي بقت لغة عصر ما ينفعش نوصم بيها فئة معينة عشان هم الفئة دي منورين او تحت الاضواء لا هو كل المهن بقت كده كل حد بقى عايز يبان انا احسن واحد انا اجمد واحد انا بمشي على الحيطة انا بطير في الجو وده مش حقيق والناس بتفهم ساعات الناس شوية بتنخدع طبعا من الارقام الكبيرة والحاجات اللي هي مصنوعة معمولة بفلوس وكل الناس بهمها مش كل الناس لان فيه ناس حرام طيبين مش بفهموا في الحاجات دي او مش عارفينها كويس فبيتخضوا ايه ده انها ده فلان ده ناجح جدا ده ده عنده فيديو عامل مش عارف كام وحاجات كده وهي مش حقيقة فده موجود في كل في كل المهن مش في الفن بس الفن بس عشان مسلط على الدوق فبالبالي دي كده يقول لك قطه جمل فالحاجة اللي قدي كده بتبقى قدي كده دياب انت انت شخصيتك يعني اللي هو الراجل الجدع ده يعني ربنا احفظك يا رب اتمنى كون كدلك فلا انت كده فإن انا اللي بقول ابو نازيل بيقول اه برحت الناس يعني انا حتى الكزعة كام حد اللي عارفوا هما ناس برا يعني هي ناس بتحبك ناس بتفرج عليك وعارف ان احنا حنتقابل يعني هم شايفين ان دي يبدأ شخصية جمدة شخصية قوية دي مش معناها حاجة دي مش حاجة يعني انا مش بقول لك حاجة حلوة اللي وحشة انا بقول لك وصف هذا الشخص هذا الشخص لو يعني سلمت بالجملة دي الجمودية مش وحشة يعني فاهم ازاي وهو الراجل الجدع الجامد فاهم ازاي الواضح الصريح الكلام ده كله وهو الجامد دي تحمل اكثر من معنى لا هو المعنى الحلو ونقصد المعنى الحلوة انا مش معنى الوحش بس لا عشان نستفهم لا انا بنتكلم على الحاجة الحلوة راجل مواقف راجل مواقف دي ياب هزا الشخص مفيش حتة وراه كده مش هقول لك نقطة ضعف ما بحاجة هقول نقطة ضعف بس الحتة الطيبة فيه فين يعني انت فين الحتة الطيبة عنده الحتة الطيبة فين في مثلا يعني في اهل بيته في انه يشوف مثلا مش عارف مشهد معين في هزا المشهد اكتر مشهد مثلا بي هزتتكلم على نقطة ضعف ولا بتتكلم على ايه طيب أنا مش عاييسة اقول نقطة ضعف سمية نقطة ضعف لا عادي انه يبقى عندي نقطة ضعف دي مش حاجة عيب خالص انه يكون عندي نقطة ضعف من رأمني ادم انا انسان عادي وانسان انا لسه حتا شايف لك كنت ف مدخلة كده كان بمناسبة مسلسل مليحة. ومشاء الله عليك مش عارف الناس بتتكلم في ايه وكانوا هيدخلوك في سؤال عامل ازاي فانت قمت جاي مدل. اه ده جات في مداخلة. يعني ما علينا. اه تقريبا يعني مش مش شفتها كده بالصدفة. ايه. فالحتة الطيبة عند دياب فين? طب الحتة الطيبة لما اخدوا مسلا ونقعد في حتة كده مسلا نشرب ولا نقعد نشوف منظر النيل انا هو ماشيين على كبري اصر النيل. الحتة فين الحتة دي. بص هولك على حاجة. انا 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 مليء بنقاط الضعف. عنديش نقطة الضعف واحدة. مليء بنقاط الضعف وسريع وشديد التأثر. يعني هولك على حاجة اه موقف بسيط جدا كنت معزوم عند ناس صحابي في البيت. وقاعدين بنتفرج على التلفزيون كان في حفلة اه في الرياض تقريبا او جدا في السعودية يعني. فعدي بنتفرج على حفلة كان فيه يعني كان فيه زملاء نجوم بيغنوا وكده. فجات فرقة اه كرال وشتغلت اغنية اه يا حبيبتي يا مصر. انا بكاء كل اطفال ومفيش سبب. مفيش سبب اغنية وطنية اشتغلت عادي واحنا قاعدين صهران عند صحابي حبيبي وبنتعشى وقاعدين بنهزر وبتاع وبنستمع برضو الحاصل فاشتغلت الاغنية انا عياط شفت علامة والله العظيم وحياة ربنا ما بمثل. فانا فانا يعني انا بتأثر لهذا الحد. ممكن اكون ماشي في الشارع مسلا يكون في اه كلب او قطة متعور. انا بتضمر. انت عندك حيانات? لا. وما ربيش حيانات لان انا بشوف ان هم مسئولية يعني وانا مسئولية فاعلية. اه فانا لكن بتعطف معهم جدا بيصعبوا علي انا بيصعب علي حتى الحيانات المفترسة. بتصعب علي. مفترسة. اه اه. يعني حتى دول اللي هم يعني قصين جدا وبتاع بس هو في الاخر روحوا غلبان يعني حتى القويته دي كلها وقصوته دي كلها وغلبان. طب انت الاغنية اه ارجع بس الموقف ده او المشهد ده انت ايه اللي مر عليك او جيف حيالك عشان. ولا حاجة. والله ولا حاجة لو قلتل يعني لو عشان اي رد اقولولك يبقى مش حية. وانا حاشر اللي انا نجده يعني. ففجأة تأثرت يعني. حبا في بلدي. اه. حسيت ان بلد شقيقة بتتكرمنا ان هي ترفع علمنا على الاستيجة عندها. وفارق كرال من مصريين شباب جمال جدا جدا. ووقفين بيغنوا غنية وطنية على ارض دولة شقيقة. عارف الاحاسيس دي بقى انا بقى. الحاجات دي بتتحرك. انت بتتابع كل حاجة بتتكتب عنك. يعني اللي بقدر اللي بقدر الحقه يعني اللي بقى الحقه. يعني ما في حاجات ما يعني ما بشوفها يشتنا حدي ببعتها لي. يعني ساعات مسلا يبقى بوست مكتوب عني. يعني انا من فترة كده كنت ببرنامج فقلت تصريح. اه. انت مش غريب يعني والناس كلها عارفة وتفرجت على البرنامج يعني. كنت ببرنامج مع الاستاذة العظيمة لميس الحديدي. فقلت تصريح قلت يعني سألتني سؤال فانا رديت. فالناس خدت التصريح ده. وعلى لساني. والكلام بسطهم يعني كان بتسألني عن زوجتي يعني. فقلت لا يعني انا فيما معانايا يعني ان انا بقى لأ لازم احافظ على مشاعرها يعني وحافظ على احساسها وكده. فا اي راجل لازم بقى كده يعني. فالناس خدت الكلام ده ويعني فيه ناس ببسطوا من ان فيه يعني حد يعني صادق في علاقته مع مع شاركته بالشكل ده. فكان الناس بتبعتلي مثلا انا كنتش بشوف لان اغلب الناس اللي كاتبين يعني مش فريند عندي مثلا او ما شوفه مؤكده. فالبوستي وصلني بعدها باسبوع مثلا كنا عامل سبع تلاف شير يعني فيه فيه الاف غيري شافوه انا مشوفتوش فده بيحصل. بس بس في حاجات بشوفها اللي بشوفه بتابعه. مين اللي لو قفته قدام وفي مشاه التمثيلة هتقول دي مباراة تمثيلية. يعني ان هو دي يبقى ده هيبقى قاعد ومذاكر ومحضر. وانا هو هنعمل مشهد علامه. ما عنديش الحزب يخلص والله يا ابو اليزيد وحياة ربنا. مم. يعني انا بعمل حساب كل زمائلي وباحترم كل زمائلي وبا وبدخل بنفس التركيز يعني حتى لو ممثل سناوي جاي يعمل مشهد معانا. بدخله بنفس التركيز اللي هعمله مع اكبر نجوم مصر. يعني ما عنديش الحزب اللي هو احنا هنعمل اه انا كل مشهد ببقى عايز المشهد يطلع حلو انا او الزميل او الزميل اللي قدامي يعني. هم. والله بجد يعني بصدق يعني. شايف نفسك في دور رومانسي خالص? لأ ممكن جدا يعني انا مشابولها بيعني. لأ مش. اه. 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 انت عليك. يعني انا مبعدش انا مستقلس يعني. لا انا مبعدش بس يعني يعني. طب مين? يعني متخيل المشهد ده متخيله ازاي? ما هي الناس اصلا انت صورتك عند الناس رجل يعني. لأ بس عادي اصلا انا يعني انا انسان طبيعي يعني ما مامشيش على حيطة يعني. يعني عادي ان انا ان انا حب او اطلع بعمل قصة حب او كده. يعني عادي يعني مش مش حاجة صعبة خالص يعني. يعني ممكن تعمل بطولة فيلم رومانسي من اول للاخر. اه عادي جدا 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 جدا. ده حلم من احلام يعمل فيلم رومانسي غنائي اصلا. يعني ده حلم من احلامي يعني. طب انا في شوية اسماء كده عايز اقول لك عليهم انت مفروض انت اشتغلت معاهم. اعتقد ان هم بيمثلوا حاجة عند دياب. وصحح لي برضا وصلح لي وانا معاك لو في حاجة مش في محلها يعني. المنتج حسام شاوي. اوستاذ حسام شاوي ده اخويك كبير. وعشرة عمر وانا اعرف اوستاذ حسام شاوي من اه من 2007 انا قبل ما تشهر كمطرب وقبل ما مسل خالص واحنا علاقتنا ممتدة على مر السنين حتى بعد ما مسلت اول ما اشتغلت ما كانش مع سينيرجي ما كانش مع السيام شاوي واستستمر مرسي طبعا فاول ما اشتغلت ما كانش معهم يعني انا عملت سحرية الجنوب وعملت الاب الروحي وعملت كلبش وكنت لسه يعني انا بدأت اشتغل معهم فايوبه ضد مجهول 2018 فاخه اكبر ومن اكثر ناس احتراموا ان ات عملت معهم في المهنة وبحب اشتغل اشتغل معايا وبرتاح في الشغل معايا جدا جدا وعارف مهم جدا ان انت تحس ان المنتج اعمل لك ان هو حميك وحامي عملك هو هو بيبقى كده فعلا انا اسألتك علشان عارف كمان مواقف في الكواليس لا هو هو يعني هو اب روحي جيد للاعمال اللي بينتجها والفنانين اللي بتحتضنهم شركته او كده فالعمل معا مطمئ انت بقى مرتاح حاسس ان حسني في كبير الفنانة منازكي ده يعني ده بمناسبة اه من 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 احسن الخطوات ومنسبة ايه نسيت 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 ايه قولي الاسم بسلسل نسيت بمناسبة اه تحت الوصاية اه من اعظم الخطوات المهنية اللي حصلت لي في حياتي المهنية ان انا مسلت قدام منا زاكي واشتغلت قدام منا زاكي واشتغلت مع استاذ محمد شاكر خضير المخرج هكو تلسة اسألك انا محمد شاكر خضير او 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 انا بحبه جدا من اعظم الشخصيات اللي تعمل بغض ان انا مش اقيمه كمخرج طبعا لان انا اقل من انا قيم الاساس محمد شاكر خضير او او بس انا على المستوى الانساني من ارقى الناس اللي تعملت معهم في حياتي المهنية الحقيقة انت كل حد بتشتغل معاه بيبقى بيبقى فيه اضافة اما هما مش مش يعني محمد شاكر خضير كانت اللي اضافة طبعا طبعا اضاف لي طبعا الشغل معاه يعني اصلي بص المخرج ده بيبقى رب العمل اه هو له اليد الطولة في الاضافة لكل الشخصيات وكل البني ادمير اللي موجودين في اللوكيشن مش الممثلين بس فلما يبقى مخرج كبير زي الاساس محمد شاكر خضير اه هو كبير يعني عشاء الناس برصة بعرفة اه هو كبير موهبة يعني وكبير مقاما لكن هو سنا هو يعني يقادي في السن تقريبا و بس اه هو كبير برضو يعني فسوار فلا هو بيضف لك من روحه تعليماته بيضف لك ادارته لك بالضف لك لا طبعا مخرج كبير حمده هلالو إن كنت في أول حمده هلالو أنا بحبه كده كده يعني أنا أنا بحب حمده هلال جدا نصلي يعني يعني حمده أنا بشوفه من أهم المشاوير المهنية اللي حصلت في التلاتين سنة الأخيرة المشاوير المهنية آه آه حمده مشواره مهمة أوه يا جماعة حمده يعني يعني أنا بشوف إن حمده مشواره المهني مشواره يتحقق قدره لغد عن نجاح الكبير أول اللي هو في ده 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 حمادا يستحقق اكتر بكتير كمان شايف ايه في حمادا مش 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 وار تلاتين سنة نجاحة اه والناس مش واخد بالها بس عشال حمادا يا حبيبي امر وكيوت وازغنونه وبدئ من هو صغير اصلا حمادا مش كبير سنا يعني حمادا صغير شاب اه ايوه طبعا حمادا اول الابم نزله كان عنده بتاع خمستاشر ستاشر سنة الابم الايام فانا كنت فان لحمادا يعني حمادا كان بالنسبالي لا الله ده جميل اوي وكت انا لسه مش مهتم يعني قبتش بغني ولا ايه حاجة يعني انا فان لحمادا من قبل ما اشتغل في المهنة ولو ما اشتغلت في المهنة بقيت فان لحمادا بحبه حبه جدا بحبه كمغني وبحبه كممثل وبحبه عموما كبني ادم كمان فبحترم مشوار حمادا اوي مشوار مهم جدا من المنتج نصر محروس ابوي الروحي طبعا استاذي ومعلمي والسبب الاكبر في ان انا قاعد قدامك دلوقتي ما بتتكلموش ده لا بنتكلم طبعا على اتصال دائم يعني وبنبعث لبعض وبنسأل على بعض طبعا ده يعني استاذ نصر يعني تحت ايه ظرف ده بوي الروحي يعني امبابا اه الوطن انا كنت كاتبها مرة سدة امبابا الوطن دي اه انا مش من امبابا بالسلام امبابا دي وطني اه وطني يعني يعني اجمل بقاع الارض بالنسبة لي امبابا روحي انا روحي في امبابا انت اسئلة تقليدية لكنها مهمة انت مؤخرا عجبك بما ان انت برضو مطرب كمان في الاساس يعني مطرب وممثل وممثل ومطرب ايوم اولا مش هتفرق بس انت بتسمع بتسمع كل حاجة بتنزل جديدة اقاليا اه امبابا امبابا يا عجبك ايه مؤخرا بمسل اه مش فاكري قل اللي انزل ايه يعني عشان اقول لك يعني في اه ألبوم اليسا للسنازل لا ملحايتش اسمعه امم يعني ملحايتش اسمعه في الفننة سميرة سعيض برضو نزلت اه في غنوامل يعنزل الغنويتين تقريبا في واحدة منهم سمعتها حلوة جدا 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 اممم طب انت اسمعت اي فاكري اي اني اسمعته لأ مش فاكرة عشان مفيش حاجة يعني مفيش حاجة يعني متالي مفيش حاجات أوي نزلت للفترة اللي فاتت يعني ده برضو من ضمن المشاكل ان احنا يجي موسم العيد الصغير وتلاقي عدد الأغاني قليل كده وإحنا بقينا مع عشر مليون يعني كان زمن موسم العيد ده في التسعينات مسلا كنت بتلاقي بتاع 7-8 ألبومات نزلين ألبومات 12 و 15 غنوة في الألبوم يعني يعني في سيزون كان بينزل في موسم العيد ده بتاع 150 أغنية انت متخيل حجم الإنتاج دلوقتي انت تصفح اليوتيوب هتلاقي 4-5-6 أغاني وجده اللي نزله عشرة بالكتير ده مش انتاجة جماعة وعشرة مش كلهم جاهدين كمان يعني فلا احنا عندنا مشكلة طبعا في حجم الإنتاج على فاكرة عايز أقول لك على حاجة احنا في الإنتاج السليمية والدرامي ده أقل من كفايتنا بكتير وأقل من عددنا احنا 110 مليونة جماعة احنا كتير قوي يعني احنا على ما نعرض عشان بس أبقى صريحة عشان أبقى صريحة أنا أهلاب وبحب الكرة وكل حاجة بس أنا مش مهتمة يعني مش من نوع اللي هو في مواتش فأنا هعود أتفرج على المواتش نادرا لما بعض أتفرج أنا بس لك عشان قبل ما نسجل كان في وقفة كده أنا وإنت أه بس أنا أنا محايد جدا يعني مش مائع يعني بس يعني يعني ما عنديش حتة لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا انا مش متعصب مثلاً لا في الكرة ولا في الديم ولا في القراء السياسية ولا في القراء الفنية ولا فيها مش متعصب انا شايف ان كل حد حر يشوف لان الدماغ دي رزق كل واحد يشوف الدنيا من خلال الدماغ اللي ربنا ادهال وما انفعش ما انفعش عقبك على حاجة ما لكش يد فيها فاهم ما انفعش حسبك على حاجة ما لكش يد فيها الدماغ دي بتاعتك انت لوحدك ربنا ادهالك انت لوحدك فانا ما عنديش تعصب فكرة التعصب دي مش موجودة عندي. فانا يعني مثلا انا اهلاوي جدا بالوراثة يعني. بس بحب اتفرج على الزمالك مثلا عادي لو جيه قدام لو جيه قدام فرقة الزمالك حب اتفرج عليها. تلعب كرة حلوة. حب اتفرج على الاسماعيلي بقى. بحب الانديا الشعبية كلها. بحب الاتحاد السكندري. بحب المصري. بحب المحلة. بحب المنصورة. كرة قوي يعني. يعني بقى لي سنين. يعني بص انا كنت مهتم لغاية الفين و تلتاشر اربعتاشر. بعد كده ما بقيتش يعني مهتمة او بالفرجة. تلع عندك وقت يا دياب. وقتك ده لو ما ما فيش شغل يعني لو ما فيش بتصور او بتسجل حاجة او كده. تفضل وقتك يكون بتقديس زي يعني. اغلبه يعني تسعين في الماء منه في البيت. والعشر في الماء ممكن اخرج اتعشان او امراضي. لو قدرنا ان نطلع نوعد في اي حتة يومين ولا حاجة. ده اقصى حاجة ما عملها يعني. ترتيب الافكار عندك ازا كان واحد اتنين تلاتة او فكرة واحدة في الحياة. اللي بشكل عام ممكن يبقى بياخد حيز من تفكيرك. هو اكتر حاجة بتاخد حيز من تفكيري بشكل مرضي يعني. انا بقى بشوف ان هي شكل مرضي. الشغل. مم. فبس ده يعني. فكرة حامل ايه وفكرة. ده لي ابعدنا. ده لي لا مش 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 هنا. فكرة الشغل نفسه. ان انا كون بشتغل. مم. انا انت بتخاف يجي فترة مثلا هو انا مفيش شغل او ليه بيتعرض. اه. اه. مش هلو فقط فترة غزب لاني عشان. اه بحيبش كده يعني. يعني مريح اجي في التالي. اه في بلاس تسعين. اه في بلاس تسعين. اه. فاللي هو انا بحيبش اعد. بحيب اشتغل. بحيب بانتج. بحيب اعمل حاجات. كده يعني. اه. مش هم بشتغل من انا عيل يعني. انت طب الاعمال اللي هي حتى اللي اتعادت في سينما غير فيلمك. تباعت كله? اه اتفرجت على لا مش كله. اتفرجت على شئه. طبعا عجبني جدا 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 يعني. هم. يعني فيلم مصنوع صناعة جيدة. كل الناس حلوة. كل العناصر حلوة. سيناريو مكتوب كواس جدا. اه اخراج على اعلى مستوى كريمي السوبكي عامل فيلم حلو قوي قوي. اه عمر يوسف اجمل حالاته. محمد ممدوح حدث ولا حرج على جماله. استاذة يسرة عظيمة. عمينة خليل امر. دينا الشيربيني امر. وااااا الاكشم تصور حلو. الحد وتلطيفة حتى دي جوف الشرف. اه مشاركتهم اه فعالة. اه فيلم مصنوع صناعة. صناعة حلوة. عجبني جدا جدا. انت من نوع مش 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 بحسد ولا حاجة. بس انت برضو من النوع اللي ما بسمع لوش مشكلة. الحمد لله. في الم بنزلش. يعني. لا لا كواليس العمل. لا انا مش تعمل شاكي خالص. انا يعني انا رجل محترف. اعرف حدودي ايه? وعارف واجباتي. وعارف حقوقي. وبقى تعامل اه من هذا القبيل. انا بسألك ده عشان. وبحاول دايما نشتغل مع الناس يعني يقولها بالبلدي زوتنا ما يطلعش. ناس محترفة. عشان يبقى مرتاح انا بشتغل معهم. ومحدش يزقيني على اه مشكلة او يزقيني على حاجة انا ما حبش انها تحصل. بس فا وانا وانا مش من نوع المتطلب. مش من نوع اللي هي طلبات كتير. يعني فلان دي بتبقى من ضمن الحاجات ساعة اللي بتعمل مشاكل. ان الانسان يبقى عند طلبات كتير. فانت عشان تحقق طلبات دي ممكن تعجز في تحقيق طلب منهم فيحصل خناء على الطلب ده. فانا ما عنديش طلبات اصلا يعني. انت ممكن تيجي توقف هنا بعد الشر يعني طبعا. ما عارفش. ما عارفش. ان انا برضو هارجع عن نفس النقطة اللي هي بحس ان التمثيل آآ بالبلد. يعني كالك جاوم الغنى عندك. هو بطبيعة الحال بس عشان عملتي في نجاحات في السنين الاخرنية. ومش عامل نجاحات في الغنى. فده تغعل عدد شوي. لكن مسافة ما اعمل كم اغنية يمشوا كويسة او ينجاحوا نجاح كبير زي مسلا غمزات والعو والحاجات دي خلاص. البحث عن اغنية حلوة صعبة. جدا. بقولك عدة موسم العيدة هو مفيش حاجة انت انت اوخب بلق من حاجة. بتسمع كم اغنية بتأرض عليك كم اغنية مسر. لا كتير اوي. 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 يعني عدد كبير جدا. يعني انت عايز تنفز بس المشكلة. يعني اسبوعيا مسلا ممكن اكون بسمع ملاق اللي عن تلاتين اغنية. تلاتين اغنية. اه اه. فيش حاجة في حاجات حلوة بس ما تنفعنيش. في حاجات مش حلوة خالص. اه. يعني في حاجات بتبع حلوة بكلم صنعها ولهم الاغنية دي حلو قوي كان نفس اغنية بشيتي علي. شبه حلو فيها. دياب اه. عايز ارجع بقى النقطة اه. عشان برضو ما تقولش عليك اكتر من كده. انا بدأ لها. لا 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 اسمع بس يا سعيد انا حسن انو اتكلمتش معك. انت وحشني اصلا. وعلى ما كنت اكمل في مركب بقى اخد مركب بقى. لا انا عايز بقى الرشدة تل مش السعادة ما احنا فلاص عدين احنا اتكلمنا عالجدعنا وقولنا دي هي السعادة. بس لو اه. عايز رشدة الممثل الملتزم. لان انت بالنسبة لي ممثل ملتزم. ومركز. وماشي بخطة ثابتة. انا عايز ده من وجهة نظرك انت. من فلسافتة كنت. طبعا. تعال تعال نرسي مبدأ ان انا يا جماعة اقل من انا اقدر رشدات لحد. يعني لان في ناس اكبر مني خبرة. واا واكتر مني اه حكمة واكتر مني حنكة. وااا واكتر مني موهبة وغل حاجة. واحد جيه وقفك في شارع عايز يا اه اساس دي. انا عايز امثل. اقول لها تعامل كده. اقول لها تعامل كده. شوف لك يا ابني حاجة تانية ابدأ. اوه قريتي بيمثل. بس عايز منك. اه لا انا يعني اا مش هدي رشدة الممثل يعني اا انا ممكن نصايح. نصايح دي لقى حد مش تاعها لقى حاجة. لكن مش رشدة الممثل عشان انا مش شايف ان انا يعني ان انا مهم او كده. فبس انا بشوف ان الواحد يخلص اللي بيعمله كويس ويهتم اللي بيعمله كويس جدا 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 ويحاول يجيب اخر طاقته في كل حاجة هيشارك فيه دي اهم حاجة بس وذاكر كويس وذاكر الحاجة اللي بتعملها ادخل جوا لحاجة كويس اه شرفتني ده انا اللي شرفت بيك ودايما بختم الحلقة بان مش عبو اليزيد بيقول اضيف هو اللي بيقول فدياب بيقول اي ماذا يقول اي حاجة تيجي على ما تقول ليش انا اول حاجة انا بقول لك متشكر ان انا شفتك عشان انت كنت وحشني جدا ومتشكر على الوقت اللطيف اللي عده بسرعة ده واتمنى يعني ماكنش ضيف تقيل عليك وعلى جمهورك خالص وبقول الناس كلها كل سنة انتو طيبين وربنا يجعل ايامك وكلها حلوة وخير وبركة وسلام يا رب ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان القضية الفلسطينية تتحل وتمنى ان اخواتنا الفلسطينيين يرجعوا ارضهم تانية وبنوء بيوتهم تتبني وينعموا بالسلام والامان والرخاء يا رب يا رب العالمين بس ده اما حاجة شكرا انا بشكرا شكرا لكم وان شاء الله شكرا في حلقة جديدة من حلقات بشكرا لكم بشكرا لكم اشتركوا في القناة